النهاردة معنا اكلة مصرية ابتدت في السبعينات على ايد جزار بسيط اسمه احمد الحووش من غير حرف الايه؟ الراجل ده كان بيلف شارع وسط البلد بالعربية بتاعته ويبيع رغفة لحمة متبدة بالبصل والخضروات بعدما الناس اقباروا على الاكلة وانتشرت اتسمت باسم الحووش بعد كده الحووش انتشر في القاهرة وبقيت المحافظات وبقت اشهر محافظة بتاعمل حووش دلوقتي هي الشرقية النهاردة هنقارم بين اكبر ثلاث نطاعم حووشي في مصر الربيع والرفاعي وشلبي انا اجيب من كل واحد رغفين حووشي واحد سادة والتاني حووشي سجق وزي ما احنا متعودين من اول ما فتحت القناة المقارنة بتاعتنا بيجيب نفس الصنف من مطعمين او طلت مطعم وبنقارن ما بجيبش صنف مختلف من كل مطعم عشان المقارنة تبقى عادلة ويبقاش فيه لخبطة بصوا هي في الاول في الاخر هي اراء بس انا رأييي الشخصي نعوني ما هيكلم مطعم اكله مش حلو عشان خاطر الملحقات اللي بتيجي معاها كويسة وسرعة توصيل ممتازة اساس التقييم هيبقى الطعم والجودة وقيمة طبعا مقابل السعر يعني الحجم بالنسبة لسعر الحاجة وبالنسبة للتوصيل الوحيد اللي انا طلبتوا كان الربيع وقال ان هاجي لك في خلال ساعة وما تأخرش فعلا انما شلبي والرفاعي انا جبتهم من عند المحلات نفسها كفاء بقى ركل حد كده ويقول هنبدأ نبدأ بقى بالربيع جايب لنا هنا طبق مخلل طبق سلطة دي قلب الطحينة والرغيفين عايش فاضين طبق سلطة تاني وهنا جايب لنا طبق وفيه الحاوشي مغلفه بورقة كده ده بقى حاوشي الرفاعي وجايب لنا كل رغيف في علبة زي دي كده دي العلبة التانية والكيس فاضي ما فيوش اي حاجة تاني والعلب زي ما انتو شايفين فاضية ما فيهاش اي حاجة ده بقى حاوشي شلبي جايب لنا كيس مخلل وهنا هو جايب لنا الحاوشي ولفه في الورق من غير حتى ما يبقى فيه طبق سنده من تحت والحاوشي مزيد خالص بصوا فيعتبر كده احسن واحد في الباكتجينج هو الربيع مع ان الرفاعي جايب علابه كل حاجة بس ما عوش اي اضافات وشلبي اللي كيس مبهدلة خالص لكن جايب معا كيس مخلل حاوشي الربيع هو اللي على يمين واللي في النص الرفاعي واللي على الشمال شلبي حجم الربيع وشلبي اللي اتنين تقريبا قد بعض لكن شلبي ممكن نقول ان هو اصغر بحاجة بسيطة الرفاعي واضح ان هو اكبر منهم هما الاتنين ولو هنتكلم عن السمك فممكن نقول ان الشلبي سميك شوية بعكس الرفاعي والربيع فهنمتق بقى بالربيع بالحاوشي السادة ده الرهيف اهو ندوق بقى كده اسمعينها الرهيف الحاوشي هنا العيش بتاعه وطريه ما هواش نشف والرهيف مليان لحمة بكمية كويسة ما هواش متلحص لحمة وتدبلة اللحمة هنا كويسة هي خفيفة ما هياش تييرة وفي نفس الوقت مش مشطشطة فلقى الحاوشي هنا بصراح حلو عبسطت منه خش بقى لبعده ده بقى الحاوشي الرفاعي الرغيف اهو حجم الحاوشي هنا اكبر من الربيع بس العيش هنا نشف شوية مش طري زي الربيع ندوق بقى كده ونشوف بسم الله الحاوشي هنا طعم وحلو بكل حاجة بس اللحمة فيها كمية دهنة اكتر من حاوشي الربيع لايش هنا برضو نشف والتدبيلة خفيفة اكتر من التدبيلة بتاعت الربيع بي حاجة بصراحة دايقتني لما جيت افتح بقى رغيف تاع الحاوشي اوريها لكو دلوقتي بصوا ده الرغيف تاع الحاوشي اللحمة مش مالية كل الرغيف يعني الرغيف فعلا لما انا جيت بسيط عليه من الاول لقيت ان الحجم بتاعه هو اكبر حجم فيهم لكن كمية اللحمة اصغر من حجم الرغيف كان الربيع مسلا مليان لحمة على اخره فهنا موضوع الحجم كده ما فرقش ده مجرد عيش فاضي ده بقى شلبي يعني اسوأ فيهم هو حاطة الرغيف الحاوشي في حتة ورقة وخلاص نسل ورقة شكل عامل ازاي مفيش طبق حتى تحت رغيف الحاوشي شكل رغيف اهو العيش طاري بصراحة ما هواش ناشف زي الرفاعي ندق بقى كده ونشوف عيش طاري ومتروس لحمة كتير يعني زي ما تقوله ايه هو بيعوض الحجم الصغير باللحمة كتير ودي بصراحة كويسة تدبيلة اللحمة هنا برضو خفيفة ما هياش تقيلة وما هياش مشطشطة اللحمة هنا برضو مستوية كويس وفيها نسبة دهن شوية كده ويبقى كده اللي كسب معانا حاوشي الربيع التدبيلة بتاعته هي اكتر واحدة ظهرة في وسط التلاتة ويمكن عشان كده هو اغلاهم الفرقة بينه وبينهم برضو ما هواش كبير الاتنين التانين برضو لوما الرفاعي وشلبي طعامهم حلو ما هواش وحش بس التدبيلة ما كانتش ظهرة قوي زي وهنا الرغيف عبارة عن لحمة مفرومة ومعايا قطع سجوء ايه نلوق بقى كده بسم الله لا ده بصراحة جميد اوي يعني احنا اتكلمنا عن اللحمة نتكلم بقى عن السجوء السجوء هنا موجود بكيميات كويسة في الرغيف وبرضو التدبيلة بتاعته حلوة جدا انا من الناس بصراحة اللي بحب اكل حواشي سادة ما بحبش عليه اي اضافات ولا بقى منزللة ولا سجوء ولا الكلام ده انا كنت خايف ان انا ما يبقاش فيه تناغم كده ما بينهم هم الاتنين بس لا الدنيا بصراحة ماشية مع بعضها وحلوة في اي حد يحب يكون ركيف حواشي لحمة مع السجوء ده يعجبه قوي بس انا بصراحة لسه من انصار حواشي السادة فش بقى ايه على رفاعي ده بقى حواشي السجوء بتاع الرفاعي واينا حاطت جبنة شيدر وفلفل مع السجوء ده هو سجوء مفروم ما هواش لحمة بسجوء هنا تدبيلة السجوء واضحة وباينة قوي يمكن كمان اكتر من التدبيلة بتاعت الربيع وهنا برضو حركة الجبن الشدر المحطوطة دي عاملة شغل كويس التدبيلة حلوة ما هيش مش شط شطة بس نسناق طبعا العيش الفاضي والنجا في نفس الوقت خش بقى على شلبي ده بقى حواشي السجوء العيش هنا يعني بصوه كله مفكوك من بعضه الرغيف مبهد الخالص الرغيف هنا هو في لحمة وقطع السجوء زي الربيع برضو بس هنا قطع السجوء اكبر من الربيع والكميات تعتبر واحدة بصوه حيطة السجوء ايه بس هنا انا حاسه مليان دهن للصبح من دهن بقى كده بسم الله العيش هنا طريم اواش نشف بس هنا تحس الدنيا مدهنة قوي التدبيلة بتاعت اللحمة زي ما قلنا ان هي خفيفة جدا لك التدبيلة بتاعت السجوء يعني تاكيد تكون مش موجودة انا مش حاس بيها خالص فبصراحة الرغيف ما عجبنيش لو هنقرد بقى بين التلاتة طبعا هنطلع شربي بره المعلة بنسبة الرفاعي والربيع اللي اتنين بصراحة نشوفين كويسين جدا الرفاعي هو ارخص برغم ان هو ضايف جبنة شدر انما الربيع غالي بس هو ضايف برضو لحمة مفرومة مع السجوء فالاتنين بصراحة كويسين بس كقيمة مقابل سعر الرفاعي يكسب لانه هو ارخص بحوالي سبعة جنيه يعني بالنسبة لحاوشي السادة احلى واحد هو الربيع وحاوشي السجوء احلى واحد هو الرفاعي مع ان برضو الربيع كان حلو والفرق بس بينهم في القيمة مقابل السعر كنتيجة عامة التلات مطعم بصراحة كويسين تبقى ظاهرة قوي واحد يحب التدبيلات تبقى خفيفة بس يعني ده ما ينفيش ان حاوشي السجوء بتاع شربي لأ بصراحة مش حلو خالص مفيش اي تدبيلة بين فيه فالنصيحة جربوا التلات مطعم دول وكل واحد يكتب لي في الكومنتات اكتر مطعم عجبه في التلاتة شوف كبه ان شاء الله الفيديو الجاي تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب لقناة وخلاص كده سلام